دعني اليوم أعلمكم كيف تنزلوا Windows 11 على الفلاش أو USB بطريقة سالسة جدا تعالوا كتب يا سيدي لهون Windows 11 ISO تخلي على أول رابط بعدين يا سيدي تعال هون على الخيار الثاني اللي هو تنزلوا على قرص بمعنى على USB حسنا نقول له تنزيل الأداة بننزل الأداة يا سيد العزيز على الديسكتوب هاي سيف نزلنا الأداة بعدين يا سيدي هاي الأداة بنكبس عليها أداة double click نطب تستطيع عنا حلو بنعمل التالي خليكم معي نستطيع ثلاثة جدا أعمل الانتظم بعدين نشوف ماذا سيأتي بكل بساطة هناك طرق كثيرة لأنك تعمل فلاش USB هاي واحدة منهم إذا بدأت تعدل اللغة والإصدار مثلاً نشيل تشكيك عندك هنا لاحظ أنه عندك إصدار واحد حالياً لو بأماكن أخرى ممكن يكون أكثر من Virgin اذا كنت تعدل اللغة من هنا يمكنك تختار العربية اضعها انجليش لا يحتاج لتغيير اضع الان بعدين نسيدي ان اضعها USB Flash Drive على اساس ان اضعها USB Portable لا اضعها ISO نسخة image اضع الخيار الاول اضع الان اضع الاندي اسمه F سمية نضع الاسم نغيره بعدين ونقول له next وحننتظر يا سيد العزيز شوية وقت لحتى يخلص عملية ال burning تبعت النسخة على ال USB شوية وقت ويخلص اضع الاندي وزي ما شايفين هيك بكون انتهى عملية عمل نسخة ال Windows على ال USB Flash وبنكبس فنش ننتظر لحظات حتى يكمل الاعدادات روح على ال Desktop بتلاقي حط للك نسخة Windows 11 على ال USB ان شاء الله عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا بالقناة تحياتي